أهلا بكم في إطالة تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلة العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم حيث جاء في مقابلته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية على شريعة موسى وقال أكد المفترون على بولوس بأنه كان يجب على أهل غلاطية تباع الشريعة لكي يخلصوا وعارض الرسول هذا الرأي عندما يتكلم بولوس على الشريعة يشير عادة إلى الشريعة الموسوية والتي كانت على علاقة بالعهد الذي أقامه الله مع شعبه ففي العهد مع إسرائيل أعطاه الله التوراة حتى يفهم إرادته ويحيا في البر نجد مرات كثيرة خاصة في كتب الأنبياء أن عدم مراعاة تعاليم الشريعة كان خيانة للعهد وكان يؤثر غضب الله ولكن الرسول شرح لأهل غلاطية أن العهد والشريعة لا يرتبطان ارتباطا غير قابل للانفصال وارتكز في قوله على أن العهد الذي أقامه الله مع إبراهيم كان قائما على الإيمان بتحقيق الوعد وليس على حفظ الشريعة التي لم تكن موجودة بعد ومع هذا يجب أن لا نفكر أن القديس بولوس كان مخالفا لشريعة موسى بل دافع عنها مرات كثيرة وقال إنها من الله ولها دور محدد في تاريخ الخلاص ولكن الشريعة لا تمنح الحياة ولا تساعد على تحقيق الوعد لأنها لا تقدر عمل ذلك والخلاصة من يبحث عن الحياة يجب أن ينظر إلى الوعد وإلى تحقيقه في المسيح